كشفت هيئة الأوراق المالية والسلة على أنها بسدد إطلاق مبادرة نوعية للتمويل الجماعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات الاقتصاد والمصرف المركزي وجاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة في المؤتمر السنوي للمجموعة المالية هيرميس بدبي كما أعلنت الهيئة سابقا عن طرح مبادرة رائدة تعد الأولى من نوعها في المنطقة تمهد لتأسيس منصة لتدول وحدات انبعاثات الكربون بهدف الارتقاء بسوق رأس المال وفق أفضل الممارسات العالمية وأحدث المعايير والنظم في هذا المجال كما تنتظر أسواق المال المحلي أربعة إدراجات جديدة خلال العام الجاري لشركات تعمل في القطاعين المالي والصناعي وكانت الأسواق المالية قد شهدت اكتتابين كبيرين نهاية العام الماضي هما إعمار للتطوير وبترول أبوظبي الوطنية للتوزيع أدنوك للتوزيع وفي ظوء مبادرة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة اعتمد مجلس إدارة الهيئة نظام ترخيص مراكز إداع الأوراق المالية وذلك بهدف التحول من سوق رأسي لسوق أفقي بما يسهم في ترقية أسواق الدولة لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية